ميدانيا دمرت قواتنا الباسلة في اطار مواصلة عملياتها العسكرية بالقصير او كار للارهابيين وعربة مزودة برشاشا ثقيلة بمن فيها بالكامل شمال الملعب البلدي كما دمرت خمسة اليات وشاحنة مليئة بالارهابيين في الحي الشمالي للمدينة بمن فيها من ارهابيين واستهدفت تجمعا لارهابي جبهة النصرة ما ادى لمقتل اغلبهم بينهم احد متزاعميهم الكبار الارهابي شاكر شاكر الملاقب ابو عدي كما دمرت مقرا للارهابيين قرب المدرسة الصناعية واوقعتهم بين قتلا ومصاب واستهدفت تجمعات اخرى لهم في الحارتين الغربية والجنوبية وقضت على اعداد منهم وتمكنت قواتنا من الوصول الى الطريق الترابي في قرية الضبعة ونفذت عددا من العمليات ضد او كار الارهابيين في قريتين الضبعة والحميدية ودمرت لهم رشاشات ثقيلة وقضت على عدد منهم الى ذلك استهدفت قواتنا عصابة ارهابية في مطار الضبعة بعد هروبها من القصير ما ادى الى مقتل واصابة معظم افرادها والقت القبض على ارهابيين بين بلدتين حارج والحسينية مع عتادهم اضافة الى سيارة مزودة برشاش وتصدت قواتنا الباسلة لارهابيين حاولوا تسلل من قرية العينات قرب جوسيا بريف القصير وقتلت اعددا منهم واصابت اخرين من بينهم متزاعم المجموعة وقضت على كامل افراد عصابة ارهابية مسلحة على طريق الغسانية الدمين الغربية ودمرت عددا من اهلياتهم المزودة برشاشات ثقيلة كما تصدت قواتنا الارهابيين تسلل من الاراضي اللبنانية حاولوا الاعتداء على مخافر حرس الحدود في تل حنش والتنمية الزراعية قضت على عدد منهم بين ملاذ الباقون بالفرار وللمزيد عن انجازات جيشنا الباسل في حمص والاقصير